اه اوكي وحيكلم تحديدا عن هذا الموضوع دفنا النهاردة الدكتور رحيح الدمجيد الخبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجية ورئيس لجل التنسيق الانتخابي بتحارف دمتالي سبعة خير اعلى سبعة خير يمكن في البداية عايزين زي ما شريف كان بيوضح احنا عايزين عارف ايه اللي حصل في الاجتماع الاجتماع اللي تم مع المجلس العسكري وايه البان اللي تم اصداره وايه الوثيقة في منطقة البساطة يعني هو باختصار شديد يوم الاربع اللي فات كان فيه اجتماع شارك فيه اكتر من ستين حزب وحركة سياسية واصدروا بيان تضمن عدد من المطالب الاساسية وقالوا انه الاحزاب اللي مشاركة في هذا الاجتماع ستعيد النظر في موقفها من المشاركة في الانتخابات اذا لم تتم الاستجابة لهذه المطالب حتى يوم الاحد القادم وانه فيه اجتماع هيوقد يوم الاحد لمتابعة الموضوع بعديها تم الترتيب للاجتماع الذي اوقد يوم السبت بين المجلس العسكري ورؤساء 13 حزب ويعني اذا قررنا المطالب التي طرحت يوم الاربع بما جاء في البيان يوم السبت هنلاقي انه فيه تقدم محدود حدث في الموقف هذا التقدم فيه خلاف عليه بين الاحزاب وداخل الاحزاب انه في البعض بيعتبر انه اذا تم تنفيذ كل ما جاء في هذا البيان لانه هو كله كله متوقف على اجراءات تنفيذية ده ممكن يلبي الحد الادنى تماما وبالتالي يمكن قبوله والانتقال الى مرحلة جديدة والبحث عن مطالب جديدة فيه اتجاه اخر بيقول انه لا يلبي هذا الحد الادنى واللي تم اللي جاء في البيان ايه؟ ايه يا فندم ايه وقت؟ انه فيه تعديل بسيط فيه قانون الانتخاب ان الاحزاب اللي كانت يعني محزورة عليها الترشيح في الدوائر الفردية حيلغى هذا الحزر نمرة اتنين انه فيه يعني استعداد للاعلان عن رفع حالة الطوارئ مع بدء الترشيح للانتخابات لكن جاء فيها عبارة ملتبسة وهي فيما عادة بعض الحالات لانه فيما عادة بعض الحالات دي ممكن مطاطة جدا الزبط على ما هو عليه وبعدين فيه دراسة لموضوع المطلب الخاص بالعزل السياسي لكن كان فيها تقدم انه اتفاق على الفئات المحددة التي سيتم عزلها ممن افسدوا الحياة السياسية وده الى حد كبير لو صدر القانون بهذا الشكل وهو بما يوازي قانون الغدر لا هو ده هو ده هيبقى أسرع من قانون الغدر لان ده قانون يطبق فورا يعني يطبق بإجراء قانون الغدر محتاج إجراءات قضائية لا صحيح ياخد وقت طويل فده تقريبا أهم الملامح أستاذ إيهاب خرارات رو عضو مكتب التنفيذي لحزم مصر الديمقراطي مرحب حيثك يا فندم مصر الديمقراطي الاجتماعي الاجتماعي لو عايش تقول كلمة واحدة تقول الاجتماعي عشان الوزن بتاع الديمقراطي والاختلاف يا فندم اللي ما بين القوى السياسية والمشاطئة على البيان ده هل ده الاختلاف الطبيعي الصحي المفروض يكون موجود ولا هي حاجة زيادة شوية وفي ده معناه أنه في مشكلة أصلا في البيان فبالتالي فيه اختلاف شديد وغريب للحياة لا هو في مسألة المقاربة أو التناول إحنا هنتعامل إزاي مع المجلس العسكري اللي هو متولي شؤون إدارة البلاد في المرحلة دي يعني في بعض الناس بتقولك إحنا لا تفاوض إلا بعد الرحيل إحنا عايزين كل مطالبنا فورا في بعض الناس تانية بتقول التأييد الكامل وعلى بركة الله ونبايع المجلس العسكري الموقف الديمقراطي فيه مرحلة ثورية زي المرحلة اللي احنا فيها دي يتطلب أنه الشعب يعرض مطالبه يعرضها بوضوح يستمر في عرضها يستخدم كل الطرق المشروعة والسلمية يعني بما فيها التظاهر والاعتصام بدون قطع طريق أو تعطيل مصالح الناس حتى تتحقق مطالبه ويعبر عن نفسه بوضوح فده إحنا المظاهر الصحية لممارسة الحرية أو الديمقراطية في بلد مجتمع حر ديمقراطي وفي مرحلة ثورية وفي مرحلة ثورية طبيعية واستثنائية ثورة 25 من ساحب مبادئة ومظاهرة سلمية مظاهرة سلمية مظاهرة سلمية حصل تجاوزات هنا أو هناك إنما القوى الثورية بتلم هذه التجاوزات بشكل مشكل هل ده مش حاصل؟ فإذن لا هو ده تعبير عن كده إحنا دلوقتي شايفين إنه فيه مطالب مهمة جدا وملحة تم تأجيلها أو تجاهلها زي مثلا زي مثلا أن هناك 12 ألف معتقل أو محاكم محاكمة عسكرية ويقال 14 ألف ونحن لا نعرف من هم المتورطين في أعمال عنف ومن هم عندنا مثلا الناشط مايكل نبيل اللي هو مضرب عن الطعام بلو 40 يوم ده بلو 40 يوم وأنا أطالب الآن من هذه المنصة بإطلاق صراحة ومش في الأيام دي يعني كمان كم ساعة لأنه يضرب عن الماء كمان ولو مات هتبقى ممكن شرارة اضطرابات ضخمة جدا فأنا أقناشد إنه نتحرك دلوقتي وهناك ربما مئات ربما ألاف لا نعرف فيجب فتح هذا الملف تماما فورا وإدراج الناس فورا خليني يا فندم مثلا ده مطلب من المطالب المليح طب فعلا زي ما حريك بتقول المطالب وده مطلب من مطالب صورة 25 يناير للمحاكمات العسكرية الطرق ده تم يعني التقديم للمجلس العسكري إيه اللي حصل فيه ومن فترة وتكرارا وتكرارا إيه اللي حصل فيه هو دلوقتي المكسب اللي حصل في الاجتماع ده إنهما قالوا إنهاء المحاكمات العسكرية للمدنيين مع ده ما يتضمن في القضاء العسكري أنا أفهم إنه ما يتضمن في قانون القضاء العسكري هو أصلا ما يتوبق قبل ذلك يعني واحد اعتدى على منشأة عسكرية واحد ضرب ظابط اعتدى على ظابط ده طبيعي إنه هو يقدم القضاء العسكري لو كان على كده بس يبقى إحنا أنجزنا إنجاز كبير هذا ده أول إنجاز تاني إنجاز زي ما تفضل الدكتور وحيد اللي هي حكاية المادة الخامسة على الترشيح الفردي وأنا في رأيي إنه تالت إنجاز وربما أهم إنجاز هو إنه ما فيش مبادئ حكيمة للدستور لكن فيه مساخ شرف للقوى السياسية هذه القوى السياسية تجتمع حولها اجتمعت على إنه بعض مبادئ المساواة دول السلطة ديمقراطية إلى آخره وحنجتمع عليها وحنوافق عليها فده إنجاز كبير جدا ثلاث إنجازات حصلت فيه بقى أربع خمس نقط تقال إنها محل للدراسة أيهم يا فندم؟ فمثلها مسألة العزل السياسي العزل السياسي اتقال بعد قيادات الحزب الوطني ودراسة هذه الدراسة لا ينبغي أن تطول لأن الشارع محتقن والشرع الآن والشرع الثوري الآن ونحن معهم نطالب إنهاء هذه الدراسة وفقا لمطالب حد أدنى إحنا بالنسبة لنا لحد الأدنى مرشاح مجلس الشعب والشورى والمحليات في 2005 و2010 بالضبط الحسن فيهم تزوير الحسن فيهم تزوير فاضح بأسك كده في الاجتماع تم الاتفاق لألفين وعشر في الاجتماع تم الالفين وعشر طرح طرح حصلت اتفاق عليه ده المفروض لو أعلن طبعاً 2010 ده تقدم كبير لأنه معظم بطول 2005 ترشح في 2010 برضي باشي بترشح أكتر منهم وبعدين كل خيادات الحزب الوطني من أول أمين محافظة وأمين مركز إلى لجلة السياسات تعزل لو ده تم حيبقى برضه إنجاز لضمان عدم عودة الفلول كمان النقطة المهمة جداً إنهاء حالة الطوارئ تكملة إنهاء المحاكمات العسكرية وبعد نقاط أخرى متصلة بالتجاوب المباشر مع مطالب السوء تبو جدول زمني لنقل السلطة للمدنيين ما هو شوفي هدريتك ده هيعدنا للخلاف الأولاني إحنا لن يمكن أن تنتقل السلطة في أفضل الأحوال بهذا الجدول قبل يوليو 2012 وربما يطول إلى مارس أو بعدها 2013 ليه؟ لأن إحنا لازم ننجز الدستور الأول وبعدين ننجز انتخابات الرئاسة ده في الجدول المتاح ده طبعاً ليس سيئاً تماماً لكن ليس خير ما يراد من رب العباد إحنا كنا نحب إنه يبقى فيه مجلس رئاسي أو انتخابات رئاسة مبكرة عن ذلك أكيد طبعاً طيب دكتور وحيد أنا عايزة أعرف من حضرتك حضرتك بما بصفتك رئيس لجلة التنسيق الانتخاب بالتحالف الديمقراطي أنا عايزة أعرف حضرتك لوحتم أكتر من مرة بفكرة المقاطعة مقاطعة الانتخابات إيه اللي ممكن يدفعكم أو يدفع أي قوة سياسية للمقاطعة بما فيها كإحنا كمتابعين أو حتى بعض النشطاء بيشوفوا أن دي سلبية المقاطعة هي سلبية وليست إيجابية لا هي المقاطعة المقاطعة الانتخابات دايماً دي بتبقى الملجأ الأخير يعني زي مثلاً الباب بتاع الهرب من المبنى لما يبقى في حريق مثلاً ده ما بيستخدمش خالص يعني نادراً ما يستخدم والمقاطعة مش ممكن تتم من جانب لا عدد من الأحزاب ولا حتى نص الأحزاب لازم يبقى فيه إجماع عليها عشان يبقى لها يبقى لها معنا شوفيها المشكلة أبعد من كده يعني المشكلة الأساسية هي فيه أسلوب اللي بيتعامل بيه المجلس العسكري مع الأحزاب والقوى السياسية والشباب والشعب كله يعني احنا بعد الثورة مباشرة كان الشعور العام عند الناس أن العلاقة مع المجلس العسكري هي علاقة شركة وأن احنا شريكان في هذه المرحلة ده صحيح والشركاء بتبقى العلاقة بينهم علاقة فيها تواصل وتفاهم ونقاش إنما ما تبقى علاقة بين طرف أعلى وطرف أسفل الشعور دلوقتي عند الجميع أن احنا فيه حاكم ومحكوم أن فيه سلطة ومعارضة احنا مش معارضة للمجلس العسكري احنا عندناش موقف ضد المجلس العسكري لأنه ما بنعتبروش سلطة قائمة مستمرة عشان نعرضها وبنقول أن فيه انتخابات هي لتحدد من الحكم ومن المعارضة فدي مرحلة انتقالية المفروض ما يبقاش فيها سلطة ومعارضة ما يبقاش فيها نظام مبارك وناس موجودين يتم التعامل معهم بأوامر وبقرارات وتبقى المسألة طول الوقت أنه أن دول بيطلبوا ودول يستجيبوا ولا لا يعني مسألة المطالب والاستجابة دي علاقة بين حاكم ومحكوم المفروض أنه هذه المرحلة ما يبقاش فيها ودي أكبر جزء في المشكلة أنه هذا الشعور اللي هو مناقض للشعور اللي كان موجود يوم 11 و12 فبراير كان شعور مختلف تماما النهاردة جزء كبير من الأحباط اللي عند الناس راجع طبعا فيه تفاصيل كثيرة لكن الأكثر